تنمية سنوية مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر تنمية سنوية بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أبناء طلب الطلبات الصف الثاني السنوي للمدارس الرسمية للغات والمدارس التجربية معكم مستر خالد فراج كبير معلمي الكيمياء بإدارة بندر ده منهول التعليمية بمحافظة البحيرة حستنا النهاردة من قناة مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وزارة تربيع التعليم تعالا ما نطولش على حضراتكم ونشوف النهاردة حناخد ايه مع بعض طبعا الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا على حاجة اسمها الـ Quantum Numbers وكنا قلنا ان في عندي حاجة اسمها الـ Principal Quantum Numbers والـ Subsidary Quantum Numbers دول اللي كلمنا عنهم خلاص الحلقة اللي فاتت الحلقات دي بقى حنكمل كلامنا على بقية الموضوع تعالا كده نشوف مع بعض حنعمل ايه طبعا زي ما احنا فاكرين من الحصة اللي فاتت نحن قلنا الماثماتيكال سليوشن طيب تعالا النهاردة نتكلم على الماجنتيك كوانتم نمبر برضو هنفتكر مع بعض زي ما حادتك فاكر معانا ان الـ Principal Energy Level ده كنا بنعبر عنه بالـ Principal Quantum Numbers الـ Energy Sub Levels كنا بنعبر عنها بالـ Subsidary Quantum Numbers النهاردة بقى الـ Orbitals اللي هنعبر عنها بالـ Magnetic Quantum Numbers اللي هو الـ M sub L طيب تعالا كده نشوف مع بعضنا لو حضرتك شايف وفاكر معانا البورج اللي احنا كنا بنينه مع بعض الحلقة اللي فاتت اللي هو الـ Atom بتاعتي طيب زي ما انت شايف كده لو انت روحت للـ Energy Level Number 1 هتلاقي ان فيه Orbital 1 او Subsidary Quantum Numbers او Energy Sub Level واحد اللي هو مين اللي هو الـ S طيب تمام ويبدأ السيمول بتاعته ايه S طيب نيجي بقى للـ Orbitals اللي موجودة في الـ P عندي كم Orbital يا ترى عندي 3 Orbital طيب جبت رقم 3 ده منين قالك رقم 3 ده بتعود في Relation ايه هي Relation دي 2L plus 1 يعني ايه 2L plus 1 هنا الـ L بكام بتاعت الـ P بـ 1 multiply 2 equal 2 plus 1 equal 3 يبقى انا عندي 3 Orbitals شفت العلاقة منين؟ طيب يبقى بالتالي هنا عندي مين؟ الاولان اسمه ايه؟ قالك اسمه السيمول بتاعته اسمه بـ X يبقى خلي بالك انا لازم نعرف number number و symbol وايه تاني؟ و value بتاعت الـ M sub L الـ M sub L اللي هي الـ Magnetic Quantum number المرادي طيب والتاني هيبقى اسمه ايه؟ التاني هيبقى اسمه B Y والتالت هيبقى اسمه B Z تمام؟ يبقى العدد بتاعهم او الـ number بتاعتهم sub level B equal 3 طيب في الـ sub level D اجيب العدد منين؟ حد من الحضراتكو يقدر يجيبه؟ ايوه بنعوض في الـ relation اللي هي 2 L plus 1 2 L plus 1 شيل الـ L وحط كام 2 يبقى 2 multiply 2 أو times 2 equal 4 plus 1 equal 5 او انا عندي فعلا 5 orbitals طيب كويس انا عرفت الـ number طيب هل تعرف السمبلز؟ السمبلز موجودة بس مش عليا وبالتالي انا هحط مكانها شهرة كده زي ما حدرتك شايف لان السمبلز مش موجودة ومش عليا تمام؟ واحد يقولي بقى الـ F فيها كام orbital؟ هنعوض والله يا مستر سهلة 2 times cam times 3 2 times cam 3 ليه 3؟ لان الـ L بتاعت الـ F بـ 3 برافو عليك plus 1 يطلع بالنمبر بكام بـ 7 يبقى انا عندي 7 orbitals وبالتالي ادي 7 orbitals بتوعية هون تمام؟ ده كده عرفنا السمبلز هل تقدر تقولي بقى الماجنيتك وانتم نمبر بتاعتنا اللي هي الـ M sub L بكام؟ الـ S الماجنيتك وانتم نمبر بتاعتها بزيرو؟ تمام؟ يبقى الماجنيتك وانتم نمبر هنا بكام؟ بزيرو طب بالنسبة للـ BX BZ BY قالك والله الـ values بتاخد range between negative L to positive L مرورا بالزيرو يبقى من اول negative L تزود واحد negative L plus 1 وبعد كده كمان واحد negative L plus 2 وبعد كده كمان واحد negative L plus and so on until we reach 0 وبعد كده بتزود واحد يبقى كأنها من negative L للـ positive L بزيرو وبعد في النص فيه ايه؟ الزيرو طب تعال كده انا وضحها اكتر هنا الـ BX هياخد كام؟ negative 1 طب والـ BZ هتاخد زيرو والـ BY هتاخد positive 1 تمام؟ يبقى دول 3 values هاهم تمام؟ تمام طب ده هياخد كام value 5 values ليه؟ لأن هما 5 orbitals الـ orbital الاولاني هياخد negative 2 طب واللي جانبه هتزود واحد negative 1 طب واللي جانبه تزود واحد يبقى زيرو طب واللي جانبه نزود واحد زي ما احنا قلنا بقى positive 1 اللي جانبه positive 2 يبقى الـ values بتاعتهم range between negative L to positive L مرورا بمين؟ بالزيرو هنا برضو negative 3 زود واحد اللي وراه negative 2 negative 1 zero positive 1 positive 2 positive 3 وديت اللي هي احنا سمناها الماجنيتك quantum number M ساب L تمام؟ طب لما انا عندي بقى الكترون موجود هنا تعال برضو نفس اللعبة اللي احنا كنا بنلعبها عايزين نسكنه في الـ في الـ الاتوم دي لو سكن هنا ها N بكام بتاعته الله ينور عليك N equal 2 لأنه في الانرجي level 2 طب والل بتاعته بكام برافو عليك بوان ليه وان لأنه في الـ تمام تمام وبالتالي الـ بتاعته ب1 طيب مين شاطر يقوللي الـ 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 بكام قال والله هو فانهي بي بي أكس ولا بي واي ولا بي زاد قالك ده في الـ بي زاد يبقى الـ الـ بتاعته بكام يا فاندم الـ الـ بتاعته او الـ الـ انا اسف equal 0 تمام تعال نروح لمثال تاني نحرك الالكترون ده نوديه حتى تانية هو راح هنا مثلا تدينه الـ 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 بكام N equal 4 لأنه في الـ energy level تمام والـ الـ بتاعته بكام بتقول ليه لأنه في الـ كويس طب وال تمام طيب تعال نشوف كمان example الـ الـ هنا بكام 5 الـ 1 لأنه في الـ 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 بتاعتها طب والـ الـ 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 negative 1 اظن كده يبقى اتفاهمت الحكاية دي طيب تعال عشان نشوف اخر example عندي هذا هنا N equal 4 L equal 3 لأنه في الـ طيب وال M سب L equal negative 2 طيب نروح للشريحة اللي بعد كده برضو هنا مندي لك example كمان أخير عشان يعرفك نفس الموضوع طبعا كلهم بنفس الفكرة نشوف هنا بقى ايه هي بعض النوتس المهمة اللي انا ممكن ناخدها على الماجنتيك كوانتم number اللي هو M سب L طبعا دا قولنا انه هو مختص من M سب L بال orbital الشيب بتاعت ال orbital يبقى الشيب وال number بتاعت ال orbitals in which the electron is found طيب بس بنركز عليه اكتر في الحتة دي ايه هو بيعرف او بيوريني number of orbitals اللي موجودة في certain energy level يعني انت لو عندك energy level مثلا number two مثلا فيبقى فيها كم orbital لو انت عرفت number of orbitals موجودة في كم في two يبقى في كم orbital اه برافو عليك four طيب وهكا ليه لان انت عندك هنا في one orbital في s و three orbitals موجودين في p يبقى كلهم four وانا قلت بتجيبها من الرول اللي هي two sorry n to the power of a of two تمام بي بي characterised by what also it characterised by it represents by whole old numerical value يبقى الفاليو بتاعته من negative l to positive l مرورا بال zero زي ما احنا شفنا مع بعضين طيب it represents the shape of the orbital within a certain energy sub-level and its special orientation يعني بيوضح لي الشكل والشكل الفراغي كمان والاتجاهات في الفراغ طيب يعني ايه كلام ده تعال كده نشوف ال s معناها ايه قالك the sub-level s معناها spherical symmetrical has one orbital s عنده orbital واحد وشكله spherical symmetrical shape يعني شكل كروي متناسق او منتظم حوالين مين around the nucleus nucleus في النص وحواليها مين orbital s زي ما حددك كده شايف عارف صفار البيضة تخيل ان في منتصف البيضة بالزبط دي nucleus دي nucleus موجودة فين في صفار البيضة تعال كده نشوف مع بعض على الصبورة اه دي الشكل بتاع مين بتاع ال s sub-level اه دي يا فندم اه زي صفار البيضة بالزبط طب تعال لنستمع ده الشكل اللي هو الاساسي او يعني بسطناها بالمنظر ده فهيبعمل spherical symmetrical في النص بالزبط طيب لو انت عندك البيضة طبعا فيها بيض وفيها ايه صفار لو تخيلت البيضة كاملة يبقى الاولاني ده 1s والتاني ده 2s يبقى الصفار اللي هو 1s والبيض ده اللي هو 2s فتعال كده نمس بس على الشكل ده كده اه في بينهم هنا node node يعني ايه node الحتة دي ما فيهاش electron dynasty ما فيش electron can be exist in this place عشان كده سمتها ايه node طب لو رسمتها بشكل تاني هتبقى بالشكل اللي قدام حضرتك ده ادي هنا 1s اللي جوه ده اهو وديت 2s اللي بالازرق والحتة اللي هنا ديت بينهم node دي معناها انها ايه ما فيهاش electron dynasty طيب هنا برضو هيبقى 3a 3s هتبقى شكلها عامل ازاي اهو بص معايا كده فندم هتبقى عاملة زاي كرة اكبر شوية يبقى الفرق بينهم في في ال 1s small volume وبعد كده 2s اكبر شوية وبعد كده 3s اكبر واكبر وبالتالي برضو اكبر في الانيرجي طيب تمام ده بالنسبة للمين يا فندم ده بالنسبة لل sub طب تعال نشوف حاجة تانية بالنسبة لل sub يبقى ال sub level b في كم orbital ثري orbitals تمام عرفت منين الرقم قلنا 2 l plus 1 2 multiply 1 plus 1 equal 3 orbitals مظبوط كل واحد منهم خد orientation في ال space فبالتالي في عندي bx by and ba bz وكلهم التلاتة perpendicular to each other لأنهم مسكين الثري axis اللي هم x y and a and z they are designated as as what as bx by and bz each b orbital is perpendicular to the other one or the other two تعال كده نشوف بس صور ليهم سريعة طيب قبل ما نشوف الصور هنقول لك الالكترون كلاود بتاعته بتبع عاملة ازاي الالكترون كلاود بتبع عاملة زاي dambiers او بنقول عليها dambels اللي هي اقراص صماء يعني الكومترتين لما يتقبلوا راس تو راس او head to head فبالتالي ده الشكل بتاحهم طيب تعال نرسمهم كده مع بعض او بنسمهم dambels shape زاي dambel عارف dambel او نفس الكلام دambel shape at anode i the point of zero electron dynasty تعال كده نشوف الشكل العامل ازاي بص كده معايا فندم ادي الور مثلا ده واخد x axis او series z axis وبالتالي ده يبقى bz ده الشكل اللي هو المتخيل طب طب احنا رسمناه كده ده التبسيط طب زي ما انت شايف كده طب ده bz طب اللي وراء ده حيبقى 2by لانه واخد y axis طب وده حيبقى واخد x axis ويبتلي باسمه 2bx طب دي الاشكال ده معقدة عايزين نخليها ابسط من كده شوية هنرسمها بالمنظر اللي قدام حضرتك ده a d bx a d by a d bz لانه ده ماسك z direction وكلهم لما يتركبوا على بعض بيبقوا perpendicular to each a each other نكمل مع بعض نستكمل ونشوف بقية الأوربط اللي شكلها ايه بتاعت d وبتاعت ال f لو بصينا على d طبعا d ده مور كومبليكيتد وهو ما قليش بس اللي هو بيكون من 5 orbitals جبتهم من ايه ال 5 ال d احنا قلنا ال l بتاعته بتو 2 l plus 1 2 times 2 equal 4 plus 1 equal 5 طب اشكالهم ايه قالك والله ده المور complicated ومش عليه فشكرا لحد كده 5 orbitals تمام التمام طب بالنسبة ال f ال f برضو 2 multiply 3 لان l بتاعت ال f 3 2 plus times 3 equal 6 plus 1 equal 7 يبقى عندي stop 5 7 orbitals دول المعلومات اللي عندي عليهم تمام اشكالهم ايه مش علي تمام تعال نشوف حضرتك ده فيديو عايزين نشوفه كده مع بعض بيعرف لي الاشكال بتاعت من بتاعت ال orbitals المختلفة اللي عندي تعال كده نشوفهم مع بعض ادي يا فندم ال 1S شايف عبارة عن spherical symmetrical around the origin ادي ال 2S ودائما انت شايف برضو انها ايه واخدأ برضو spherical symmetrical بس اكبر شوية في الحجم وده ال 2B X وادي ال 2B Y تمام وحيفضل يكمل كده بيبني الاتوم orbital وراء orbital زي ما انت شايف وكلهم زي ما انت شايف ايه بريبندوكيلر 2HA ايه ايه اذر تمام كده طيب لو جيب S3S هتلاقيه بقى اكبر في الوليم من كله زي ما احنا كلنا شايفين وبردو spherical symmetrical وهكذا بالنسبة ال spin quantum number ودي حاجة مهمة برضو عايز نقولك عليها قبل ما ننتقل للجزء اللي جاي ال spin quantum number دي معناها ان الالكترون بيعمل rotation around itself اما clockwise او anti clockwise يعني ايه يعني اما بيعمل rotation زي ما كده ال earth بتعمل rotation around the sun around itself فهو نفس الكلام الالكترون during the rotation around the nucleus it rotate around itself في two direction ايه هما two direction اه any orbital can not be occupied by more than two electrons واحد منهم بيبقى في ال clockwise direction والتاني بيبقى في ال anti clockwise direction زي كده ال earth وهي بتلف حوالين الايه الصن طيب هذي الالكترون الاولاني بيلف معه وهادي التاني بيلف against anti with clock wise واند clock wise ده بيبقى بياخد values negative half والتاني بياخد values بيبقى upward بنرمز لبرامز الساهم upward والتاني بساهم downward ده positive half وده negative negative half تعالى ناخد بعض الاكسرسايز المهمة على light board نشوفها كده مع بعض ونرجع تاني مع حضراتكم تعالى نشوف مع بعض الاكسرسايز اللي قدامنا ده بيقولك choose the correct answer which set of the following quantum numbers is incorrect وخلي بالك من كلمة incorrect يعني غير صحيح فلازم تركز في السؤال ده هنا n equal 4 ال l subsidery quantum number equal 3 هل 3 دي مزبوطة اه طبعا لان انا قلت ال l values لازم تكون يا اما less than mean لازم تكون less than l n فزا ما انت شايف هنا ان ال l equal cam equal 3 طب ال m sub l مزبوطة ب negative cam ب negative 3 طب ال m sub s ب negative half وانا عارف ان عندي فيه 2 values بس اللي هما negative half وبوستفها يبقى كل دي مزبوطة يبقى دي ثلاثة انطبق عليها الاختيار بتاعنا تعال نشوف ال choice number 2 هنا n equal cam equal 2 ال l equal cam equal 2 اه هنا فيه غلطة هنا فيه غلطة ليه فيه غلطة لان هنا ال l must be less than mean less than l n وبالتالي يبقى ال choice بتاعي هو ال choice b ال choice بتاعي هو ال choice ايه ال choice b طبعا ده ما يمنعش ان حضرتك تكمل اراية البقية ال choice عشان تقدر تنقي الاختيار بتاعك صحيح هتجد ان هنا n equal 1 ال l طبعا هي اقل من مين من ال n بواحدة ال m sub l بتاخد 0 مزبوط لان ال values بتاعتها من negative l لبوستف l مرورا بال 0 وال m sub s بال negative هافو دي مزبوطة اخر choice عندي n equal 3 مزبوط طب ال l بكام ب2 طبعا اقل من كام اقل من 3 بقى ده مزبوط برضو m sub l ب0 اه طبعا ال values عندي من negative 2 لبوستف 2 مرورا بال 0 بقى ده ال value ده مزبوط معنا ال m sub s بوستف هافو وده برضو مزبوط يبقى l choice بتاعي زي ما انا قلت لحضرتك l choice b وبكده يبقى احنا غطينا النقطة دي نرجع مرة تانية ونشوف بقية الحصة مع بعض اهلا بكو ابناء الطلبة مرة تانية تعال مع بعض ناخد بعض الاكسرسايز والمالتبل تشويس المهمة اللي ممكن تجيلي زيها اسئلة في الامتحانات تعال كده نبص ونشوف ايه مع بعضين choose the correct answer بيقولك which of the following quantum numbers values represent an electron in one of the orbitals of 3bx sub-level هيعرض لك شوية quantum numbers للمين لالكترون موجود في 3bx طبعا انت قبل ما تروح على ال choice حاول انت تحيل الوحدك قبل ما تروح طبعا هنا 3bx 3 معناها l n equal 3 طب ال b يبقى لازم l equal كام s b d f 0 1 1 يبقى لازم l equal كام 1 تعال نختار ونطبع هنا bx bx ده اول واحد يبقى لازم تكون negative 1 ال m sub l يبقى انا هختار 3 و 1 و negative 1 اول واحد ده l equal 3 و 2 و negative 1 لا طبعا هيستبعد وهنا 3 و 0 و 0 برضو excluded هنا 3 و 0 و positive 1 برضو excluded تعال نشوف اخر واحد 3 و 1 و negative a 1 يبقى لازم بتاعي هو لازم d ماشا يا فندم يبقى انت قبل ما تختار تحل الاول وتشوف ايه الموضوع بتاعك وتقدر بسهولة تختار الاختيار بتاعك الصحيح تمام تعال نشوف سؤال بعد كده the five electrons present in sub level 3d5 are similar in all the following except the quantum number which quantum number تعال نشوف مع بعض هل ياثر ال principle quantum number subsidiary quantum number magnetic quantum number ولا ال spin quantum number طب هما موجودين في ال three d طالما three يبقى ال n equal three d اه يبقى l equal two برافو عليك s b d يبقى l equal two يبقى ال principle quantum number عليهم كلهم مظبوط subsidiary quantum number لهم كلهم لازم يكون two يبقى هما similar في كل دول طب ايه اللي هيبقى مختلف اه طبعا واحد منهم هيبقى في ال orbital الاولاني واحد منهم هيبقى في ال orbital التاني يبقى فيه difference في ال orbital ومين اللي بيعمل expression او بيعمل تعبير عن ال orbital طبعا المagnetic quantum number وبالتالي اللي choice بتاعي هيكون المagnetic quantum number ناخد اخر سؤال مع بعض the two orbitals two s and two b x can be similar in بيكونوا متشابين في ايه ترى هل في الانيرجي طبعا لا لان ده two s وده two b وانا عارف ان ال b اعلى من ال s في ال a في الانيرجي يبقى طبعا الانيرجي غلط اذا الشيب الشيب لا ال s spherical symmetrical والتاني بيبقى dump bills بيبقى الشيب لا طيب the number of electrons in each of them دي صح لان كل orbital can take up to two electrons يبقى هي الاجابة بتاعتي هي دي لصح برضو نختار نقرى اخر اختيار the special orientation لا واحد منهم spherical symmetrical والتاني واخد ال x direction وبالتالي يبقى ال choice بتاعي صحيح وال choice c ابنائي الطلبة والطالبات شاكل افضلكم جدا وحسن استماعكم بتمنى يا رب تكونوا استفدتم من حصتنا النهاردة لو عندك اي استفسار اي تساؤلات من فضلك ما ترددش ان انت تسابها لنا على موقعنا سواء كان على الفيسبوك او على اليوتيوب شكرا جزيلا لحسن استماعكم مرة تانية وان شاء الله باذن الله تعالى التقيقوا على خير المرة القادمة كان معكم خالد فراج كبير معلمي الكيمياء بادارة بندر ده منهور التعلمية بمحفظة البحيرة بشكر كل القائمين على العمل الرائع دوات قناة مدرستنا ثلاثة تحت اشراف وزارة تربيع التعليم شكرا لكم والتقيقكم على خير المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته